إن أساس الوطن هم الشباب وأساس الشباب فهو التعليم فإن صلح التعليم من صلح الشباب وصلح الوطن سيد رئيس حضرة الوزير ونواب المجلس الموقرين أصبح عليكم بالخير سيد رئيس إحنا أمام مشكلة نواجهها ونعاني منها ألا وهي قرار الغاء الأربع فترات واستبداله بالفترتين شنو هو الفترتين؟ قرار الفترتين ما هو إلا التقديس كميات كبيرة خلال فترات زمنية كصيرة يعني أنا قاعد أدرس نفس الكمية اللي أنا مطالبة فيها حق امتحان الفترة الأولى ويمكن أكثر لكن بالنهاية قاعد أأخذ أقل من نص الدرجة فهني يصير الاعتماد الكل على درجة الفاينل على الجانب الآخر أن الطالب ما يقدر يعوض درجاته فيها لكن للأسف يحزني أن أنا طالبة أتمنى أن يأرفع مستوي الدراسي وأعوض درجاتي علشان لما أتخرج من الثانوية أروح أدرس بأحسن جامعة وأخذ أحسن شهادة ولما أرد بشهادتي أفيد ديرتي قبل أفيد نفسي لكن للأسف أنا مقاعدة ألقى الفرصة المناسبة لكن السؤال اللي يطرح نفسي يا سيد الرئيس هل كانت في دراسة صحيحة حق هذا القرار قبل ينحط أنا أقول دام أن أغلب التربويين والقياديين اللي قائمين على هذا القرار موجودين جدامي أتمنى أن أحد منهم يعطيني سبب واحد حق وضعهم حق هذا القرار التعسفي لو كان في دراسة حقيقية أصلا شكرا شكرا